على مدار الأعوام الماضية نجحت الحكومة المصرية في مواجهة العديد من الأزمات بداية من جائحة كرونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وصولا إلى الحرب على قطاع غزة وتداعياتها على المنطقة والعالم وتأتي تجديد الثقة في رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد تنفيذ معدلات عالية خلال السنوات الماضية في العديد من المشروعات القومية تشكيل حكومي جديد يدم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة خطوة تأتي لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة بعد تجاوز العديد من الأزمات بداية من أزمة كرونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وصولا إلى الحرب على قطاع غزة وتداعياتها على المنطقة والعالم كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية تجديد الثقة في مدبولي جاء بعد تنفيذ معدلات عالية خلال السنوات الماضية في عدد من المشروعات القومية منها حياة كريمة وتطوير الريف المصري وصولا إلى مشروع رأس الحكمة وغيرها من المشروعات على طريق الجمهورية الجديدة ملفات مهمة على رأس قائمة أولويات الحكومة الجديدة منها ملف بناء الإنسان المصري ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعازل ما تم إنجازه في هذا الصدد وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي على أن تكون فلسفة التغيير القادمة قائمة على الاعتماد على الخبرات والكفاءات والتوسع في وظيفة نائب الوزير